السلام عليكم مرحبا بيكون في قناة دي دوصمدي هاد النهار ان شاء الله قدي نقدم واحد الموضوع لمهم مهم بزاف وهو كيفاش نشريو ارنب بدينا احنا عدا باديين بغينا نشريو واحد يعني كمبتدئ وبغيت نشري واحد الارنب يعني بغيت نشري بدا المشروع ديالي اش غادي ندير يعني بالنسبة الارنب تقلاب ديالهم يعني كيفاش نشريهم من السوق يعني وش نشري الاناث وش نشري الدكور يعني اش غادي ندير هاد القادية هدي شحل من ليكمونتير سوولوني عليها وبغيت نشاركها معكم هاد منها اذا اول هاد الحاجة غادي نمشيو للسوق إن شاء الله غادي تحاولوا انكم اه اه تشريو ما تشريوش بزاف ديال الدكور يعني كاين لي غادي مشيه أشري مثلا جوج دكور او تلاتة ومعه النتوات لا خازكم تشريو غي ذكر واحد ومعه النتوات دكشي عالي حساب الاستيطاعات ديالكم ليش تلاتة ديال النتوات والجوج مهم دك الشي شغلكم اه كان قادية ما تشريوش يعني الالانيب هما كبارين يعني راحهم فيتين والدين لا شريو شريوهم في العمر ديال الشور يعني هات الشي خصكم تصولوا البائع وهذا البائع سمو خصكم تديرو له خصكم تديرو له واحد نوع من استجواب يعني هي عبارة عن اسئلة ولكن في الحقيقة لهذا استجواب بها باش كتعرفوا هاد الالانيب كيفاش يعني كيفاش ممكن انكم التعاملوا معها اذا اول حاجة مني غديت مشو تصولوا البائع سمو غديت تقولوا له نوع من الاسئلة قيم السؤال الول وهو يعني السؤال ديال البائع واش كيدير الدواء يعني واش راح مداويهم ولما مداويهمش لكن قال لكم مداويهم وتقصو فيه يعني من الاحسن انكم تخدم عندو التواريخ ديال اي حاجة فقاش الدوات يعني فقاش دار ليبرا ديال ليموراجي فقاش دار يعني جميع الادوية اللي عندو تحولوا تسولوه على التواريخ دياله كين قضية اخرى يعني ممكن انكم تسولوه على الظروف اللي هو كيربي فيها الالانيب يعني واش كيربي عندو التربية في الارضية كيربي في الارض ولا في الاقفاص وممكن انكم عوتاني تسولوه على السبب ديال البيع ديال الالانيب يعني علاش كيبيع واش غي كيسمنو كيبيع واش ديرهم التربية واش يعني تسولوه على هالقضية هالي يعني هيا الاسئلة رائها مهمة اااااااااااااااااا.. كيين عوتاني قضية ديال السلالات حنت تشوفو هادوك السلالات اللي الجانو هو اون ااااااا جيدة يعني واش هو منقي منه مشي سولة اخرين يعني هادو هم الاسئلة اللي ممكن انكم تسولو منين تسولوه دفع دي جيد دور دياركم يعني منين تبغيوا تشوفوا يعني اختيار ديال الانانيب خاسكم وخا هو عندو الانانيب خاسكم تسولو بعد اولا واش هادو الانانيب ديالو ولا غي كي شري وكي بيع يعني واش هو مربيهم ولا غي كي شري وكي بيع اذا اول حاجة وهو يجي جيد دور ديالكم تماما مثلا هو عندو بزاف ديال السلالة نينجو تماما تختارو السلالة ماشي تختارو السلالة نقوله هو مدخل الشانشيله مدخل بابيون هيوزيلاندي مكحل بزاف ديال السلالات مخلطهم سمو انتم ما غادي تاخدو حاولوا انكم الشانشيله اخدوها الشانشيله را معروفة او سولو هو في نية الشانشيله واخدوها في الاينات اما بالنسبة للذكور خدو بابيون بحال هادو الشكل هادو بابيون هذا مني تشوفوه بدكر انتم ما تشوفو الزواقه ديالو حاولوا انكم تجيبوا البابيون حيث انتوا كيفاش وستقلبون انتم ما انوذوا سولتوا بعض الاسئلة كيفاش سيتقلبون انكم أول حاجة وهي السيلان ديال الأنف تاني حاجة ما يكونش أدنيه طايحين دم أنتم اتقلب ديالكم أنتم معاود السيلان ديال الأنف ما يكونس سيلان وما يكونش الأدنين دياله طايحين وخاغي أدن واحدة تكون طايحة لا يجب أن يكونوا أدنيه وقفين بجوش لا بنسبة الضكار لا بنسبة الأنت هذا الشيء اللي كنقول لكم يجب أن يكون مكسي كامل بالشعر ما يكونش فيه شيء واحدة جهة ما مكسيش منها بأمالي يعني حاولوا أنكم تقلبوا بأكمالي النيف دياله للرجلين أي حاجة يكون مكسي بالشعر تشوفوا كين فيه شفارة غات أعرفوا بدراها هذا كراها مريض ما تديروش كين قضية ديال خاصة يكون شديد الحيوية والناشط يكون كيتركل يعني من انتهزوه المسكة ديالور أنا قدرتها في واحد الفيديو قبل أني تهزوه من من ظهر دياله من جيت العنقرة دياله وتهزوه تلقوا كيلتخ عرفوا هذا كراها شديد الحيوية ولكن ما يكون شارس يجب أن يكون حيوي وبزاك يتركل وليكن ما يكونش كعكي عد وشارس يعني يجب أن يكون مهكة مهكة القضية ديالعيني يجب أن يكونوا واضحين وكيبرقوا يعني ما يكونوش دابلين يكونوا صافيين وكيبرقوا لا معين القضية ديالالجسم ديالو قلبوه دوزو على الجسم ديالو ما يكونش فيه شي نوع من الحب ما يكونش فيه شي نوع من الحبو كين قضية ديالالشعر ديالو ما يكونش واقف يكون ناعز يكون ناعم هانتما كما كتشوفوه هنايا الشعر ناعم هانتما جميع جميع لا 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 الألاني باللي عندي تبارك الله خاص يكون الشعر ناعم منك يكون الأرنب المريض يكون بحلي الشعر ديالو بشوفك بحلي طالع كين قضية يعني ما يكونش مع الضم يعني مني ينتقلبوه ما يكونش مع الضم ويكون هازيل لا خاص يكون شوية وافي ما يكونش باين فيه ذاك السلسول ديالو يعني السلسول ديالو في الظهر ديالو يكون باين يعني العظهم ما باينين لا كين قد يعني ما يكون صمين بزاف يعني مشي بالنسبة للاج ديالو العمر ديالو إلا كان صغير ما يكونش يعني منكركب بالشحمة خاص يكون ما بينواوا بنا كما ترى هذه الأنثى هي طويلة وليس عامرة كثيرا يعني ليس سمينة كثيرا لا يريد أن تكون حالة شكل هكذا إذن يريد أن تكون في الحقيقة مبين وبين قضية أخرى يريد أن يكون منتفق البطن يعني لا يكون لديه انتفاخ لأن الانتفاخ يكون قرابين يموتوا يمكن أن يكون لديه المربية يحيدهم عليه يمكن أن يكون لديه انتفاخ في البطن يبدو يموتوا يحيدهم عليه أن البطن يكون في شوشة لأنه بقعة صغيرة وليس يحمل هذا سيكون انتفاخ للبطن سيكون لديه انتفاخ للبطن ويكون لديه الانب يقوموا يموتوا لكم إذن البطن ليس منتفق قضية أخرى ليس هناك الإسهال يعني أن ترونوا جهاز التناسل لا يكون لديه كحولة إذا كان لديه كحولة رأي ذاك رأي إسهال يعني الوسخ ليس هناك إسهال لا يكون لديه كحولة يعني رأي إسهال لا قدر الله سيقوموا يموت كأن قضية الدكر يكون قوية البنية دياله تكون قوية ويكون دبعا نبقى في النظمة بين الدكار والأنثة الدكار يكون قوي ويكون واقف يعني الأنثة تكون مجموعة واحد شوية لكن الدكار يكون يعني كيبغي يبين الفحولة دياله بالنسبة للدكار منين تبغيوا تقلبوا الدكار خص يكون الخصيات دياله قد قد ما يكونش خصية كبيرة وخص خصية كبيرة مهمة ومهمة بزاف ثاني حاجة ما يكونش فرك يعني منين يوقف ما يكونش رجلي مفالتين خصي ما يكونوا متوازين مع الأرجل الأمامية احنا كنقولوا فرك ما يكونش فرك كين قادية وتاني دياله الأنثة وده بعد شي بالنسبة للدكار أما الأنثة حاولوا أن تكون تهزوها وتحسبو لها عدد الحلامات خصية تكون فيها قتل من ثمانية ما تكونش قل من ثمانية إذا كانت 6 أو 4 عرفوا أن هذه الأنثة وخات تولد الصغار دياله ما تهتمش بهم لأنه غاد يكون مشكلة ديال تفاوت ديال ما بين عدد الصغار والحلامات ما غادش تقدر أنها تردع للصغار دياله إذا حاولوا إلا ما فهمتوا شي حاجة من هاد الفيديو عاودوه وعاودوه أراه معلومات مهمة وخصوصا الاستجواب اللو اللي تقدروا تديروه لهذا البائع حاولوا أنكم تعطيوك بعض الأسئلة لذكية يعني هو إلا كان بالصح مزيان غادي تقعوا في واحدة الحيرة غادي يقول هاد الناس هادول الأسئلة اللي كي تسولوهم راهم أدكيائي يعني غادي تتامان غادي يكون أرخيص لأنه غادي يقول أنتم كمكت تعاملتم معه كمحترفين ماشي مبتدئين مبتدئ غادي 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 يغشك غادي يشوف يكعاد بادي غادي يغشك مية في مية الان فيديو كان نظن انني تكلمت على جميع النقط اللي ممكن انكم تشريوا بها الان نبدي لكم الى اعجبكم الفيديو حاولوا تشاركوا معنا الناس لماذا لا تشاركوش معنا تكيوا على زر جام باش يوصلكم الجديد دياري عفوا باش تساندوني وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد دياري ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة